عذر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجينيف السفير أحمد إهاب جمال الدين مما غبت تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية في رفح كما طلب بضرورة وقف إطلاق النار والعمل على فتح جميع المعابر وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين جاء ذلك خلال ترقصه جلسة إحاطة موسعة حول مستجدات الوضع في قطاع غزة بصفته رئيسا للمجموعة العربية حيث أشار سفير جمال الدين إلى ما تقوم به إسرائيل من عرقلة متعمدة لإصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددا على ضرورة انتثالها لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال كما جدد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة رفض المجموعة العربية أية محاولات للتهجير القصري للشعب الفلسطيني من أرضه ومطالبتها للمجتمع الدولي بالعمل على تحقيق حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية